موسيقى كزنبقة دمشقية تجلس على كرسي تعرفنا بنت البلد عن نفسها مرحبا أنا تمار شاهنيان من موليد دمشق 68 ربيت كل عمري بسوريا كبرت بسوريا أنا خريجت مدارس حكومية سانوية ذكي الأرسوزي بفتخر أني كنت من طالباتها ولا كتير ذكرى حلوة بقلبي الصراحة هاي المدرسة أنا حياتي بعتبره مزيج من التوازن بين القدر والقرار لأنه في كتير أشياء بحياتي القدر اختر لي ياها ولكن ما أفعله ضمن هذا المجال اللي أنا وضعت فيه هو قراري وصنعته بنفسي بحياتي بدأت حياتي بطريقة مختلفة عن اللي كنت بطمح أني إبداها بدأت زوجة وأم وبعدين دخلت إلى عالم الأعمال مثل ما قلت لك بما أنه الحياة اختر لي أني كنت زوجة بدايتا فأنا قررت أني لأ كنت زوجة صالحة وزوجة جيدة وابني عائلة لما صار عندي أولاد حسيت أن عندهم مسؤولية ولازم أنا أعتني فيهم بحب أقول أنه حتى أولادي أنا جبتهم بدون وعي بدون قرار كنت صغيرة وقت تزوجت ولكن لما صاروا عندي الولاد بناتي لثلاثة أنا حسيت أنه صار عندي مملكة وأنا الملكة فيها وعملت بناتي مشروع أول مشروع اجتماعي يمكن بعمله كانوا بناتي أنه أنا ربيهم بطريقة ارفض المجتمع بالأشخاص اللي أنا بحب المجتمع يكونوا موجودين فيها لأنه أنا باقتنع أنه المجتمع ما بيأثر فينا نحن ما نأثر بالمجتمع الجرأة الشغف الصدق الالتزام الأخلاقي مفردات يومية تنبض في فن طمار وحياتها بلشت حياتي المهنية بسنة الأربعة وتسعين حتى شغلي القدر اختر لي كانت صدفة بحتة وقت لقيت حالي بعالم التطريز الإلكتروني بعالم الصناعة أنا والشريكتي السلوة ملوحي من الأربعة وتسعين أسسنا شركة تطريز الإلكترونية وما زلنا إلى الآن مع بعض بها العمل وقد دخلت لعالم التطريز الإلكتروني الصراحة اكتشفت عالم جميل من الألوان من النمازج من التصميم من الخلق فاستمتعت بهذا العمل ومن بداياتي خلق عندي هاجس أنه أنا لازم يطلع فن من هالصناعة أنه لو نحن عم نتعامل مع مكانات إلكترونية وما إلى هنالك ولكن لا نحن قادرين نخلق فن من هذا المكان كتير كان عندي محاولات ولكن ولا واحدة كانت ترتقي إلى الرؤية اللي أنا حاببتها أكتر محاولة جدية كانت الصراحة كان عندي مشروع تحويل لوحات الفنانين السوريين الرواد إلى تطريز وبلشت فيها ولكن بمرحلة ما لقيت أنه أنا بغياب الفنان عم بتجاوز حدودي وهيك كان في شوية إشكاليات أخلاقية عندي كمان وقفت المشروع وتم هالهاجس موجود عندي لحتى لتقيت بالأستاذ الفنان الفوتوغرافي أونتون مزاوي لتقيت فيه بسبب اهتماماتنا المشتركة الصراحة الثقافية والفنية وجمعنا حبنا لدمشق فكان ذاكر أسماء مجموعة من المشاريع اللي ما لهم نفذون واحدة منهم كانت تحت عنوان الرموز البصرية في أبواب الدور الدمشقية جذبني هذا العنوان وأنا وقت بيجذبني شيء كتير عندي جرأة أني أطرح أو استفهم أو تابع فكان عندي جرأة أني سألته عن المشروع وكان هو كريم بما يكفي أنه يشرح لي ويأرجيني نمازج بتذكر حالي أول ما شفت صور طريقات الأبواب الدمشقية بتذكر حالي أنا قلبي دق وقت قلبي بدق أنا عقلي بيشتغل عملنا أول معرض إلنا بال2019 كان معرض جدا جدا ناجح عرضنا في مجموعة من الصور لطريقات الأبواب ومجموعة صور طريقات أبواب مطبوعة لكانفس وأنا مطرزة عليها تصميم من وحي البيئة الدمشقية من اليسمين من شعر نزار من أوراق متساقطة إلى ما هنالك كان معرض متكامل جماليا بفكر فن جديد طرحناه اللي هي الفوتوغراف المطرز وقيمة ما بعرف ثقافية تراثية بالكتية باللي طبعناها كملنا خلال فترة الكورونا الصراحة عملنا مجموعة جديدة من الصور المطرزة عملت خط له علاقة بتقس الدرويش بصور الميلوية مع خط عربي مطرز من أقوال ابن العربي جلال الدين الرومي حتى هدول الأفكار والجمل اللي بختارهم بختار أنه يكون في من خلالهم هيك رسالة اجتماعية لطيفة توصل للعالم الفن الحرفة الصناعة بعيون وقلوب سورية بالإضافة للوحة المطرزة هل ما أرى صار عندي رؤية؟ يمكن من خلال أنا عملي بالصناعة وبالحياة اليومية وبالحرف يمكن حسيت أنه في عنا حاجة في فراغ لشيء اسمه تصميم وأقمشة للمفروشات بسبب تعرف الحظر وما إلى هنالك وكذا فلقيت أنه نحن عنا طبيعتنا السورية وفي عنا صور التقطة عين المبدع السوري وعندي رؤية سورية محددة فليش ما نفذها على قطع من المفروشات بأيدي حرفيين السوريين لحتى يطلع هيك معرض كامل سوري بجمالياته وهيك كانت وطبعت الصور على أقمشة وضفت عليها التطريز هون كان عالم تاني تحدي تاني جمال آخر لأنه الشغل على هالمكان صار بمراحل فصرت أشعر أنه أنا عم برسم أنا عم لون هون شوية أخطر هون شوية أورانج هون شوية ما اشتغلت على المكانات الإلكترونية القطع المفروشات أغلبيتهم اشتغلتهم على مكانات يدوية فهون كان في متعة تانية في أفاق جديدة في أبجديات أنواع من الغرز الجديد ابتكرناها واستخدمناها هي مو موجودة بقاموس هالحرفة بطريقتها المتداولة لأنه هي نحن هون بتعرف الصرمة والهي يعني مجال التطريز اليدوي هون أكتر عبيات قلابيات وهيك أصاص فأنا حتى طلعت طلعت من هالإطار وبتكرت قطب وبتكرت آلية عمل الصراحة كثير مسرورة فيها صعوبات العمل بين تحفيز البدائل والإبداع بالنسبة للمشاكل أو تحديات أو الصعوبات صراحة أنا شخصيا بعتبر أنه هاي القصص كلها هي جزء من الحياة كان حياتنا الاجتماعية الزوجية مع أصدقائنا أو حتى بالعمل ما في مجال عمل تشتغل فيه بدون مشاكل إيجاد الحلول وتخطي الصعوبات هي جزء من سير عمل طبيعي حتى أوقات أنا بلاقي أنه يمكن الصعوبات الموجودة بتحفزنا أو تدفعنا لنلاقي بدائل وهذا البدائل الأوقات بتكون هي الإبداع دعم الفن والثقافة واجب أخلاقي التطريز من أقدم الفنون والصراحة حاليا أنا صار عندي هاجس لتطوير هذا الفن وتوسيع أفاق استخداماته الصراحة الفنية والحرفية مشروعي اللي اشتغلت فيه آخر مرة ضم كتير من الحرف والمشاريع الصغيرة ضمن هالمشروع الكبير والصراحة أنا حاليا لحتى طوره وكبره بوقت أسرع أول مرة بحياتي يمكن حالجأ لطلب دعم هلا الدعم ما حالطلبهه من المؤسسات لأنه الحكومية لأنه أنا شخصيا أنا بعتبر حالي أنه أنا دوري أني ساهم وأدعم هالمؤسسات لأنه هي مثقلة بما يكفي وعم تقوم بواجبة على قدر ما تستطيع لهيك أنا بحب أتوجه للفعاليات الاقتصادية الموجودة بالبلد أنها تكون إلى دور أكبر بدعم الفن بدعم الفكر بدعم الثقافة بدعم المشاريع يلي بتدعم كمان الحرف والمشاريع الصغيرة وبالطوره لماذا لم تهاجر يا تمار؟ هاي شجرة ليمون البلدي عندي بحديقتي وعلاقتي فيها ما بعرف كتير رمزية ببداية الحرب هاي الججرة كان بلشت تموت والجنيناتي حكم عليها فرع أوي لو هي جزء منها تعبان بس بدي تم احتم فيها بدي تم حاول فيها لحتى تبقى لأنه هي هاي صارت رمز من رموز صحة سوريا بالنسبة إلي وبقائي بهالأرض اشتركوا في القناة